لماذا سمي جبل إيفريست بهذا الإس؟ السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بكل جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع في آخر الفيديو سأذكر مصدر أو مرجع المعلومات لماذا سمي جبل إيفريست بهذا الإس؟ يعتبر جبل إيفريست هو على جبال العالم ويقع في أراضي نيبال وتيبت ضمن سلسل الجبال هيمالايا بشرط عسيا وقد سمي الجبل بهذا الإسم نسبة إلى الإنجليزي سير جورج إيفريست الذي اتشف هذا الجبل في سنة 1856 ميلادي ووصفه بأنه على الجبال وذلك عندما كان يعمل مخططا عاما بالهند وفي ذلك الوطد الارتفاع الجبل بمقدار 29002 قدم ولكن عندما قيس ارتفاعه في فترة حديثة نسبيا وباستخدام مقاييس حديثة بلغ ارتفاعه 290028 قدما لا يعتبر جبل إيفريست على جبال العالم فحس وإنما عظمها وأروعها تذلت في بناه الطبيعي الرأي كما يعتبر أصعب الجبال تسلطا وغالبا ما تصل درجة الحرارة بأمات مرتفعة به لدون الصف ولذا فإن به العديد من الأنهار الجليدية التي قد تتساطط قطع الجليد الضخمة منها فتشطر بعض الصخور ولذا فتظل الجبل لفترة طويلة يمثل صعوبة بالغة أمام كل من حاول تسلطه وهنات رجال عديد وخاصة من الإنجليز سطط قتل أثناء محاولاتهم تسلطه ويذكر أنه في إحدى المحاولات سطط 16 رجلا إنجليزيا قتيلا من ارتفاعات شاهقة أثناء محاولاتهم تسلط الجبل وقد ظلت قمة هذا الجبل مبهمة صعبة الوصول حتى سنة 1953 ميلادي حيث استطعت بعثة إنجليزية بقيادة الكولونيل هانت والذي اتسب لقبلورد بعد ذلك من الوصول إلى قمة الجبل بنجاح وسلام وقد اعتمدت البعثة في ذلك على ما جاء به السابقون ممن حاولوا تسلط الجبل من معلومات وعلى ما استعانوا به من أجهزة مساعدة حديثة مثل أجهزة التنفس وغيرها من وسائل الإغاثة اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم منا تحميد المجيد وباريت على محمد وعلى آل محمد كما باريت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم منا تحميد المجيد اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم منا تحميد المجيد وباريت على محمد وعلى آل محمد كما باريت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم منا تحميد المجيد المترجم للقناة